طبابة ألف مع سامي البيروتي لاتنين الظهر كيف تسمعوا حلقاتنا اليوم؟ كيف تتعرفوا على موضوعنا؟ كل اللي عليك أنك تبتح الراديل بسيارتك أو سيارتك أو تحمل تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو بلاي ستور أو زورنا على موقعنا مباشرة على www.alfalffm.com للمشاركة معنا في موضوع اليوم نطرح أي سؤال أو استفسار كل اللي عليك أنك تتواصل معنا من خلال الاتصال على 012-61-61-100-01-217-85-85 تقدر كمان تشاركنا من خلال الـ SMS على STC 8-5-1-0-4-0 موبايلي 66-03-01-70-13 تقدر أيضا شاركنا من خلال هاشتاك طبابة ألف على تويتر في هذه الساعة من طبابة ألف رح تكلم اليوم في موضوع مهم وفي شيء مهم جدا إن شاء الله كمان يكون فيه تفاعل كبير على حقا اليوم لأنه فيه دائما تساؤلات حول هذا الموضوع تحديد من مستمعين رح تكلم عن الغودة الدرقية وطريقة عملها واختلال هرموناتها ومشاكل ممكن تصيب الغودة الدرقية من فرط أو قصور وأهم الأعراض المصاحبة لهذه الإصابات وطرق العلاج تفاصيل كثيرة في حلقة اليوم إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة لكم أكيد في هذه الساعة من طبابة ألف مع ضيفتنا لليوم الدكتورة مليحة عبدالله الغامدي استشارة غضة صماء والسكر مساء الخير دكتورة مليحة يا هلا فيك معنا يا مساء النور أحب حالكم أشكركم على استضافة اليوم يا أهلا فيك دكتورة وإن شاء الله فعلا تكون حلقة مفيدة وممتعة للكل بالنسبة للغودة الدرقية بداية أن دكتورة مليحة خلينا من خلال حضرتك نوضح للمستمعين وظيفة الغودة الدرقية مكانها وأهميتها طيب طبعا الغودة الدرقية هي غودة موجودة في الرقبة وظيفتها أنها تهتم في العلامات الحيوية في الجسم فهي تهتم في الضغط تهتم في الوزن تهتم في العضلات في العظام وظيفة جدا كثيرة على الجسم فاختلال الغودة الدرقية ممكن يكون فيه عندنا نقص فيها أو زيادة فيها تمام طيب حلو دائما بنسمع تختلف الأعراض من ناحية إذا كان فيه قصور وإذا كان فيه ناحية فرط في نشاط هذه الغودة فخلينا نتفصل شوية في هذه الأعراض إذا كان فيه فرط لنشاط الغودة الدرقية ما هي أهم الأعراض المصاحبة لهذا الإصابة؟ طيب إذا كان فيه فرط في الغودة الدرقية أهم حاجة أن المريض ممكن يشتكي من خفقان في القلب اضطرابات في الدورة الدموية اضطرابات في الدورة الشهرية كمان ممكن يكون فيه ضغط، ممكن يكون فيه عدم نوم، توتر، نقص في الوزن، ممكن يكون فيه إسهالة سمح الله وكل هذه الأعراض تقلي الواحد يشك أنه فيه زيادة في الغدد الدراقية تمام، ممكن هذه الأعراض ما تجي مجتمع وممكن يجي فيها عرض واحد أحيانا؟ ممكن، ممكن، فيه بعض المرضى يشتكوا بس من نزول في الوزن من غير أي سبب، لا في دايت ولا في رياضة، وفيه فقط نزول في الوزن في بعض المرضى بس يجيهم بس خفقان، فيعتمد على درجة ارتفاع الهرمون الغدد الدراقية تمام، طب فيها النسبة طبيعية دائما الواحد لو بيشيك على هرمونات الغدد الدراقية بنسبة للفرط أو الكسل، هل فيه نسبة طبيعية المفروض فعلا تتراوح بينها؟ يبقى أكيد فيه نسبة معينة ومن معمل معمل تختلف فيه نسبة إذا زادت عندنا شيء اسمه T3 و T4 طيب T3 و T4 هذه هرمونات الغدد الدراقية اللي تنفرز من نفس الغدد وفيه عندنا هي اللي يتحكم فيها TSH فعلى حسب الاختلال اللي فيها فحيكون فيه إياه ارتفاع إياه في نزول تمام، ممتاز، هذا بالنسبة لفرط نشاط الغدد الدراقية فرط النشاط، نعم ممتاز، لو رحنا للمقابل طبعاً اللي هو كسل الغدد الدراقية كسل الغدد الدراقية غالباً المرضى يشتكوا من خمول وتعب في الجسم ممكن تصاقط شعر، اختلال برضو في الدورة الشهرية يكون فيه زيادة في الوزن اللي هو من غير أنه أكل زيادة أو حاجة يحسوا ببرد في الأطراف، يمساك فهذه كل الأعراض خليني أشك أنه فيه احتمال أنه نقص في الغدد الدراقية عشان كده أحياناً الشخص لما يزيد وجنه فجأة أو ينزل فجأة دائماً نقولك شيك على الغدد الدراقية أول شيء طيب، تمام هنا هذه أهم الأعراض مستمعينة لوجود ممكن مشكلة في الغدد الدراقية لما نيجي دائماً ندور على الأسباب الإصابة في بعض الإصابات أو الأمراض بشكل عام دائماً ندور في أول الأسباب هل فيه تاريخ عائلي، هل فيه أسباب وراثية فهل ليها دور فعلاً؟ نعم، فيه الغدد الدراقية سواء كان فيها زيادة فيها أو النقص فيها ليها دور في التاريخ العائلي لأنه فيه بعض الالتهابات التي تحصل في الغدد الدراقية تكون نتيجة أجسام مضادة الأجسام المضادة هذه تحارب الغدد الدراقية فيكون فيه دائماً فيه مثلاً الوالدة أو العمات من جهة الأم فيكون فيه تاريخ عائلي في هذا المرض طب هل فيه أسباب أخرى ممكن كمان تكون مرة؟ طبعاً فيه أسباب عديدة عندنا بالنسبة للكسل في الغد الدرقية أكثر حاجة بنشوفه شيء اسمه حاشي موتو ستايروديتس وهو التهاف الغد الدرقية نتيجة أنه الجسم بيحارب الغد الدرقية فبينتج عن أجسام مضادة وهذا أكثر نوع بنشوفه فيه أسباب ثانية مثلاً لو أحد عمل يود مشعل الغد الدرقية أدى إلى كسلها أو شال الغد الدرقية لأي سبب ما كان سواء كان جراحة بسبب سرطان أو لو كان فيه مثلاً نتوأة في الغد تطرين نشيلها فهذه الأسباب الممكن تؤدي إلى كسل الغد الدرقية نجي على النشاط النشاط غالباً يكون التهاب سواء كان بعد الحمل التهاب في الغد نتيجة فيروس أصابه ممكن يكون برضو اللي هو الأكثر حاجة بنشوفه شيء اسمه Graves Disease وبرضو هو ناتج عن الأجسام المضادة اللي بتحارب الغد الدرقية تمام عندنا كثير علاجات ممكن تأثر على الغد الدرقية منها أدوية القلب طيب وعندنا الأميدرون الأشعة لو عملنا أشعة قريب ممكن أنه يأثر على الغد الدرقية تمام هذه أهم الأسباب أو الأبرز الأسباب للأصابة طب هل أحياناً برضو أسلوب الحياة أو فيه شيء في حياة ممكن يأثر ممكن يصاب فيه من خلال؟ هو زمان كنا عندنا نقص اليود فكان يعمل بنشوف حالات كثيرة كان زماني يعني قبل ما يكون اليود مضاف إلى الملح الآن لا لأنه اليود صار مضاف إلى الملح الطعام فما كنا بنشوف سبب نقص اليود تمام ممتاز رح أذكر مستمعين أكيد بطرق التواصل معنا لو عندك أي سؤال أو استفسار أو مشاركة حول موضوعنا لليوم كل اللي عليك أنك تتواصل معنا من خلال الاتصال على 012-61-61-00-1217-85-85 أو شاركنا أيضاً من خلال الـ SMS على STC 851040 موبايلي 66301 وزين 701313 وشاركونا أيضاً أكيد على هاشتاغ برنامج طبابة ألف على تويتر على طبابة أندرسكور ألف مستمعين رح نكمل موضوعنا أكيد لكن بعد الفاصل خليكم مع السمع طبابة ألف مع سامية البيروتي يا هلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف مكملين موضوعنا لليوم عن مشاكل غدد رقية وطرق العلاج مع ضيفتنا الدكتورة مليحة عبدالله الغامدي استشاري غدد الصماء والسكري لأي سؤال أو استفسار حول موضوعنا اليوم عن الغدد رقية ومشاكل طبعاً ممكن تصيب الغدد رقية من فرط نشاطها أو قصور في النشاط كل اللي عليكم إنكم تتواصلوا معنا وتتصلوا علينا أن تطرحوا أسئلتكم على الدكتورة مليحة على 012-61-61-100-01-217-85-85 وتقدروا كمان تشاركونا من خلال الـ SMS على STC 851040 قبل الفاصل تكلمنا في أهم الأعراض المصاحبة لوجود مشكلة في الغدد الدرقية إن كان فيه زي ما قلت لكم فرط في نشاطها أو قصور أيضاً في نشاطها وتكلمنا أيضاً وطرقنا للأسباب وجود تاريخ عائلي أحياناً بعض الأدوية الممكن شخصي ياخذها كثير من الأسباب ممكن تأثر وتلعب دور في الإصابة بمشاكل الغدد الدرقية نروح على نقطة مهمة جداً أنا دائماً وأؤمن بأنه هذه النقطة مهمة ليه؟ لأنه طرق التشخيص تلعب دور كبير في طرق العلاج إن كان التشخيص صح فالعلاج صح دكتورة مليحة طرق تشخيص مشاكل الغدد الدرقية كيف؟ طيب طرق تشخيصها طبعاً أول حاجة لما يجينا المريض على العيادة ناخذ منه التاريخ العائلي وتاريخ العراض اللي هو بيشتكي منها فإذا كان هو عنده نقص في الغدد الدرقية حيكون بيشتكي زي ما قلنا من برد في الأطراف ممكن إمساك اضطرابات في الدورة زيادة في الوزن ممكن بعض الحشاشة العظام كمان برضو تكون منها المشاكل منها فلما نشك إن المريضة عنده حنفحصه طبعاً وناخد تاريخ بالأدوية اللي هو بياخدها وعند الفحص حنشوف الغدد الدرقية هل هي مضخمة هل في أي علامات إنه في نشاط في الغدد أو خمول في الغدد بعد كده التشخيص اللي هو لازم يحدد هل في نشاط أو نقص في الغدد الدرقية هو التحليل تمام في التحليل نعتمد أول حاجة على تحليل اسمه TSH TSH هذا تحليل دم يتعامل هو عبارة عن هرمون يخرج من الغدد النخامية اللي هي موجودة في الرأس فالغدد النخامية هي بتتحكم بالغدد الدرقية الغدد الدرقية غالبا تفرز T3 و T4 اللي هما هرمون الثيروكسين الدام نسمع عنه هذا الهرمون بيروح على الجسم وبيعمل زي ما قلنا العالمات الحوية وبينظمها في الجسم فأول ما أشك إن المريض عنده المشاكل في الغدد نعمل TSH TSH هيحدد لي في أي مصار حمشي فإذا كان عندنا TSH ناقص فنتوقع إنه في نشاط في الغدد الدرقية لأنه عندما يقل TSH بالتالي T3 و T4 هيكونوا مرتفعين نعم نعم نفس الشي العكس إذا كان TSH عالي فنتوقع إنه T3 و T4 يقل ولكن هناك حالة اسمها بداية الكسل أو بداية النشاط بحيث إنه T3 و T4 يكونوا طبيعي ولكن الخلل في TSH وهذا يكون بداية المرض إنه احتمال مع الوقت إن المريض يصاب بهذا المرض تمام تمام وفي حالات معينة نبدأ العلاج وفي حالات معينة نستنى على العلاج تمام ممتاز فمبدئيا أي تشخيص للغدد الدرقية لازم نعمل TSH أولا على بناءا عن نتيجة هنطلب T4 وأرضه ممكن نعمل اللي هو الأجسام المضادة اللي هي بالنسبة للفرط وبالنسبة للكسل كمان طبعا نصاحبها بأشاعة وعلى حسب إش طلع التحليل ممكن نسوي أشاعة للنشاط أو أشاعة للكسل ممتاز جميل جدا حلو خلينا نروح للاتصالات أيضا ونستقبل الاستفسارات المستمعين معنا أول اتصال في حلقة اليوم نوف مساء الخير يا نوف مساء الخير يا نوف ألو 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 مساء الخير ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام تعرفني بنفسك أبو أحمد معاك أبو أحمد معايا تصال المفروض اللي بعده هاي أبو أحمد تفضل يلا دورك الله يعطيكم والعافيك الله يعافيك يا هلا فيك تفضل أنا في أسعيندي ضغط الدم وبستعمل حبوب العلاج لضغط الدم وفي عندي برضو كمان حبوب حق منظيم ونوضع ضغط القلب أخيرا كنت نحس بالآلام في العضلات الأكتاف ما أدري هي تأثر عن الغدى الزراقية ولا ما تأثر مطالب أحب أسأل الدكتورة أيو أهلين طيب بالنسبة لآلام الجسم ممكن تكون طبعا عرض من عراض الغدى اللي هو الخمول أو النشاط بس ممكن غالبا تكون من فيتامين دال فهل فيه أعراض ثانية زي زيادة في الوزن؟ لا ما أتصال أتوقع راحة مننا طيب فإحنا نشوف الأعراض الثانية هو الآلام في الجسم ما هي سبيسيفك للغدى تمام ولكن يعني لابد ممكن نفحصها خاصة إذا كنت بتأخذ علاج زي ما تفضلت ممكن يأثر على الغدى الدرقية فنحتاج أنه نعرف العلاج بالضبط إشي اللي بيأخذه فممكن أي بعض العلاجات تؤثر زي علاجات القلب علاجات بعض الضغط ممتاز جميل خلينا نروح لاتصال اللي بعده الآن معنا نوف مساء الخير يا نوف راحة مننا نوف أيضا خلينا نروح لاتصال اللي بعده من نزار مساء الخير يا نزار السلام عليكم وعليكم السلام ويساعدك يا هلا فيك تفضل حبيت أستفسر من الدكتورة عندي الغدى الدرقية والله متعذتني والدكات المتوهيني والله وما أنا عارف أي طريق أمشي يعني حبيت استشارة الدكتورة الله يفعدها فضل نزار الله يساعدك أنا يا دكتورة وزني زاد قبل فترة زاد لأ قلت لي نقص نقص يعني زيادة عن الطبيعي ومر ورحت حللت قالوا لي عندك نشاط في الغدى أيوه فبعدين ما دوني على أجل قالوا لي بس سوي لك يعني نام كويس وزي كده وبعدين رجع وزني زاد انتفخ انتفخ وزني سوينا تحليل الغدى قالوا الغدى عندك نشطة ووزني زايت كمان يا دكتورة نشطة ودوني حقوق حق نشاط الغدى المعروفة أيوه ودى الحين يا دكتورة ليه يمكن سبوع سبوعين عندي ضغط الدم بدأ يرتفع هذه واحدة من العراض نشاط الغدى أيوه إذا ما كانت في النورمال رينج اللي هو الطبيعي فممكن يرفع ضغط الدم فعلا طيب أنا عندي التحاليل هنا اللي هو الف تي فور يا دكتورة واحد على ستة أهام الف تي فور أيوه التي فور التي فور قصدي أي أيوه التي فور واحد على ستة والثري ثلاثة على تسعة كم؟ ثلاثة على تسعة ثلاثة على تسعة أيوه والتي أس اتش تي أس اتش اللي هو خمسة يعني خمسة يعني 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 الثالثة الصور بعدها خمسة الأخيرة يعني يعني نازل فح؟ ناقص ناقص والبقية الاثنين طبيعي طيب البقية الاثنين يعني تعتبر طبيعي هذه دكتورة طبيعي مرتفع طبيعي مرتفع طيب فأنت ماشي على العلاج كم جرعة بتاخد؟ ثلاثة جرعة بحين يا دكتور حبة 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 أيوة يعني خمسة ملجرام خمسة ملجرام خمسة ملجرام خمسة ملجرام أيوة اليوم الدكتور اليوم الدكتور اللي قال لي تاخذ حبوب نتروميل اللي هي يعني خمسين جرام حق الضغط هذا أيوة فما يشرع شي دكتور أنا ما بغاك تحباب شوف هو الـ TSH ياخذ وقت عبان ما يتحرك طيب الكون التحليل هو يعني لسه فياخذ وقت عبان ما يرجع للطبيعي مدام T3 و T4 بدأوا ينزلوا هذا أهم حاجة TSH ممكن ياخذ حتى سنة عبان ما هو يبدأ يرجع طبيعي طيب بالنسبة لحبوب الضغط يا دكتور طيب حبوب الضغط خذها لو ضغطك فعلا عالي والدكتور شافك فلازم تاخدها طيب ممكن تتابعنا في العيادة بالتحليل حقتك مع إشاعاتك وأعطيك شوية وقت عشان نتكلم أكثر إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك شكرا لك الله يفعل كما ينفع أخذ لكم حق الإيادة وإنوان إيادة أكيد أكيد دكتور مليحة عبدالله الغامدي موجودة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في مدينة جدة تحديدا فتقدروا أكيد تزوروها وتقدروا تاخذ مواعيد عندها وتقدروا أكيد تستشيروها في إن شاء الله طبعا المرض اللي بتتكلم عنه إن شاء الله الله يشفيكم جميعا مستمعين كمان رح اتصال لي بعده نوف رجعت لنا نوف السلام عليكم مساء الخير يا نوف مساء النور يا هلا فيك تفضلي هلا وغلا دكتورة شخ بارك إن شاء الله الحمد لله الله يساديك نوف تفضلي الله يساديك دكتورة قبل تقريبا ستة شهور فجأة زاد وزني زيادة من طبيعية ويجيني خمول نوم وبرود فقالوا لي الناس طبعا تشخيص روح يحلي لي اجتمال الغدة رحت حللت يقول لي جدا بسيط ومدري إيش هعطيكي مبدعيا خمسين اوكي طيب غالبا ينوف هذا كان ال TSH عندك نازل وال T3 وال T4 عالي ولا إيش كان عندك لا لسه أنا حللت قال لي هو ما في شي بس حاطيكي مبدعيا خمسين جرعة خمسين بعدين نشوف طيب هذي الجرعة الصغيرة ايو تفضلي ما ليش أسفة رجعت لقبل فترة يقول حنتول الترساون جدا بسيط ما تحتاجين أجرع ولا شيء برضي إلى الآن أعاني من فجر الدم أنا ما شاء الله كان دمي مرة منتازة الهيموغلوبين وكله تبتعاني من فجر الدم والنوم والسمنة معيني ما أكل كثير طيب حينه ما شاء العلاج ولا لا يا نوف لا وقفته قال لي ما تحتاجين ولا شيء فيمكن هو البداية كان بداية كسل اللي تكلمنا عنه إن يكون ال TSH شوية مرتفع وال T3 وال T4 يكونوا طبيعي فهذي الوقت نبدأ جرعات بسيطة زي ما تفضلتي خمسين ولا خمسة وعشرين فمع المتابعة نتابع المريض في احتمال إنه هو يتحول لكسل وتترفع الجرعة بس كون الدكتور عدلك ووقف العلاج أنا من يعرف ليش فممكن نشوفك بعدين ونشوفش الموضوع بس ممكن العراض الثاني اللي عندك بيتامين دال طيب ناقص فهذا تعمل للآلام السلام عليك يا نوف الاتصال اللي بعده من ضيف الله مساء الخير ضيف الله يا ضيف الله السلام عليكم السلام تسمعني من سمعت الجوال ترخصات رادي الله يسعدك الله يسلم ان شاء الله خفر صوت المتبزم خضل الله يسلم ان يقابل يطير فلان الضغر شركة عندي بنتان والله زي عندها زيادة في الوزن كذلك عندي قصاقة في الشعر إضافة منها إيه عندها زيادة في الوزن ومحافة الكثير وما تأكل كثير طبعا عندها زيادة في الوزن متى في كثير كم عمرها؟ كم عمرها؟ عمرها 31 31 طيب تفضل 30-28 زيك وعندها اضطرابات في الله يكن في الدورة وزيك لها طيب يفضل انها تعمل تحليل الغدة نعم يفضل تعمل تحليل الغدة هذه الاعراض تمشي مع الكسل في الغدة الدراقية اللي هو زيادة في الوزن والاضطرابات الدورة الشهرية طيب هذه كلها تمشي معه النقص في الغدة الدراقية طيب تقدر تواجعك المساعدة أي مستشفى الله يسلم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه تقدروا اكيد تراجعوا الدكتورة مليحة ولإستشارتها اكيد ولأخذ أي موعيد عندها والف سلام على بنتك يا ضيف الله كمان اتصال من تركي مساء الخير يا تركي تركي مساء الخير ألو طيب نروح الى ام طلال ألو مساء الخير ألو مساء الخير هلو يا هلو سهلا سلام عليكم وعليكم السلام يا هلو تفضلي لكن طلال يا بوي تفضلي يا ام طلال ايه والسلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام تفضلي ايه لو صبحت يا دكتور انا عندي الغدة كانت نشطة من نشاط الى كسر تحولت كانت نشطة خدت العلاج خمس سنين ما تسوي شيء تفضلي جرعة اليود أخذت جرعة اليود ايوه 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 تفضلي المتسوتي والله باقي لي يعني اخر قبل كم شهر كذا وباقي شهر هذالي موعد يا دكتور طيب وكيف كان التحليل اللي فات يعني شوية اخذ 75 جرام من العلاج وبتاخذي بانتظام على معدة فاضية ايوه على الصباح قبل ألف طريق أيو بعد أن نستنى الساعة وللنص ساعة بعد أن ناقصها ساعة وللنص كذا بتنخذ أي أدوية ثانية معاها لا 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 الحمد لله طيب بس كان عندي فيتامين دال كويس لحين راح ضعيف كان عندي القلس مراح وزاد وزني يا دكتورة طيب لازم نتأكد أن تحليلك يكون كويس يا أم طلال وأن الجرعة مناسبة لكي طيب لأن الجرعة أحيانا لما الوزن يزيد نحتاج نرفع الجرعة طيب طيب لاتن ترجع تسوي تحليلك وتشوفي لو الجرعة مناسبة ولا لا تمام شكرا لك يا أم طلال وألف سلام عليكي طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تزوروا الدكتورة مليحة وتقدروا تستشيروها أكيد في تحديدا مستشفى الدكتور سليمان فقيه طيب راح نكمل اتصالات إبراهيم طيب آخر اتصال قبل الفاصل مساء الخير مساء الخير ياها لو سهل هتعرفني بنفسك أبو سالم ياها لفيك مسيت اسمي شبه يا دكتورة مديح فضل فضل يقول لك تحمي تحليل فتمين دان ما يكتبون تحليل الغدية ليش؟ ما يكتبوا الغدى الدراقية؟ ايه ليش؟ الدكاتة أغلب الدكاتة للدكتورة طيب فيها أعراض ثانية زي الإمساك زيادة في الوزن؟ لا الوزن لا بس خمول خمول فتمين دان أيوه أرضا رحنا على الشمس وهذا بس مرض الخمول طيب ممكن تطلب من الدكتور إنه يعمل لك كذا حين احنا عرفنا إنه هذه الأعراض ممكن تثبط في الغدى الدراقية فممكن نطلب من الدكتور الله يزاق خير أنت في مستشفى سلمانفقية دكتورة مديحة أيوه الله يزاق خير وشكرا للمعلمات القيبة الله يسعدك الله يسعدكم جميع المستمعين وألف سلام عليك رح يطلع فاصل رح نكمل أكيد عضافتنا الدكتورة مديحة عبدالله الغامدي وحوارنا حول الغدى الدراقية ومشاكلها وطرق علاجها فاصل بسيط خليكم مع السماء أذكركم مستمعينا بطرق التواصل معنا من جديد لو عندك أي سؤال أو استفسار حول موضوعنا اليوم عن مشاكل الغدى الدراقية وطرق علاجها تواصل معنا على 012-61-61-100-01-1217-85-85 لو عندك أي استفسار أو سؤال حاب تطرح على ضيفتنا الدكتورة مديحة عبدالله الغامدي استشاري غدى الصماء والسكري في مستشفى الدكتور سليمان فقيه على طبعا الاستي سي كمان تقدر من خلال الاستي سي ترسل استفسارك أو سؤالك على استي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستة وستين ثلاث أصفار واحد وزين سبعين تلاتاش تلاتاش طيب احنا نستعدنا باقي نقاطنا نتكلم فيها اللي هي عن العلاج وهل ممكن طبعا يأثر فيه مثلا في الحمل كيف نفرح نحن ما شاء الله إن شاء الله داخلين على شهر رمضان الله يبلغنا وإياكم الشهر الكريم بالصحة والسلامة فرح نتعرف كيف أيضا ممكن ناخذ الجرع في رمضان لكن أنا ما بقى طول صراحة على أم خالد على الخط حاب أخذ الاتصال وبعدها أرجع المحاور مساء الخير يا أم خالد ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا سمحته دكتور أنا عمر 29 سنة وعاني من الضربات في الدورة الشهرية وتساقط في الشعر ويعني مرة زيادة في الوزن ومرة مقصام في الوزن بس أكثر شي عندي زيادة في الوزن زيادة في الوزن وقل له تنوم أيوة ومرة قل له تنوم يعني واحدين كثير وعلى ضيحان قليل وفي أحد في العائلة عنده تاريخ عائلي بالغدة لا ما في الوالدة أخواتك لا ما في ما في أحد طيب وشيكت على الغدة الدرقية قبل كده أنا قبل فترة أيوة شيكت قلالي أنت عندك الغدة طيب فيها كسر بس كنت وقتها حامل وما أعطوني علاج قلالي بعد الحمل استراجعين وزكي طيب الغدة كان فيها نشاط ولا كسل أنه عراضك ما شي مع الكسل طيب وغالبا الكسل إحنا نعالجه في الحمل الحمل من حتى لو كان في بداية كسل دائما إحنا بنعالج الغدة الدرقية في الحمل على أساس أنه سبحان الله الطفل يعتمد على غدة الأم في بداية حياته فإلما ندخل على الشهور الأخيرة يصبح غدة الطفل تبدأ تتكون وما يعتمد علىهم فدام إحنا بداية الكسل أول كسل بنعالجه في الحمل تمام ممتاز ألف سلام عليك يا أختكم خالد وطبعا حابة من هذا المنطلق أروح على النقطة المهمة اللي لازم نتكلم فيها ليه هل ممكن فعل غدة الدرقية تؤثر في الحمل؟ طبعا الغدة الدرقية تؤثر على الحمل وعلى ما قبل الحمل فإذا كان في عندنا أحد بيحاول أنه بيحمله فيه صعوبة بيواجه صعوبة ففي بعض التحاليل نعملها ومن ضمنها الغدة الدرقية فإذا كان فيه كسل في الغدة الدرقية لجب أنه إحنا نعالجه قبل الحمل فنعطي ثيروكسين حتى لو كان فيه بداية كسل فإحنا نبغى CSH قبل الحمل يكون أقل من 2.5 طيب هذا يسرع عملية الحمل طبعا في الحمل إذا كان فيه كسل في الغدة الدرقية يؤثر على الطفل ويؤثر على الحمل ممكن لا سمح الله يزود ممكن يحصل إجهاض ممكن موعة طفل تقيل ممكن النمو الطفل كمان يتأثر وممكن طريقة التفكير حق الطفل كمان ممكن يتأثر بالغدة إذا كانت فيها كسل وفيها برضو نشاط نشاط تأثيره على الحمل أقوى من النقص ففيه كمان هيكون فيه الإسلابات تتكرر كثير ممكن الطفل كمان لسمح الله يجيله نشاط في الغدة أو خمول في الغدة ممكن يتأثر الطفل أيضا نعم أيها فيعني أفضل شيء أنه إحنا نشيك على الغدة إذا كان عندنا أعراض قبل ولو كنا بنعاني من مرض الغدة سواء كان نشاط أو نقص الغدة الدرقية فيجب علينا أن نتابع مع الطبيبنا باستمرار تمام ممتاز من جديد مستمعينا لأي سؤال أو استفسار 0-1-2-61-61-100-0-1-1-2-1-7-85-85 بالنسبة للعلاج دكتورة مليحة العلاج بشكل عام وبشكل خاص تحديدا لأن دخليه على شهر رمضان كيف ممكن يأخذ المريض الجرع؟ طيب العلاج بشكل عام بالنسبة للكسل في الغدة الدرقية هو علاجه إحنا ما نسميه علاج نسميه تعويض لأنه إحنا بنعوض عن الهرمون الناقص فعلاجه عبارة عن نعطي الدوة الثيروكسين نأخذه طبعا على حسب الجرعات إذا كانت بداية كسل نأخذ جرعة خفيفة وعلاجه يكون على حسب الأعراض إذا كان فيه أعراض فممكن نعالجه إذا كانت TSH بنسبة عالية أكثر من عشرة برضه بنعالج ونبدأ جرعات بسيطة إذا كان فيه كسل فعلي فنبدأ جرعات على حسب وزن المريض طبعا دوة الغدة من الأدوية اللي هي لازم تتأخذ على معدى فاضية تمام فلازم نأخذها على معدى فاضية مع موية فقط بعدها بنص ساعة ممكن نأكل أو ساعة طبعا كلما كان الوقت يعني أخرنا إلى ساعة كلما كان امتصاص الغدة الدرقية يكون أفضل إلى 80% مقارنة إذا كان نص ساعة 60% لا يجب أن نصاحبه مع أكل أو أدوية ثانية مهم جدا مهم جدا أن بعض المرضى بيأخذوا كالسيوم بيأخذوا فيتامين دال أن يكون بين دواء الغدة وبين هذه الأدوية أقل شيء أربع ساعات هايب لأنه يؤثر على الامتصاص تمام نجي على اللي هو فرط نشاط الغدة أو زيادة في الغدة الدرقية هذه عندنا ثلاثة خيارات ونجرس مع المريض ونحدد إيش الخيار الأفضل للمريض عندنا الأدوية اللي هي الحبوب عندنا اليود المشع وعندنا آخر حاجة الجراحة طبعا الجراحة نلجأ لها إذا كان في عندنا الغدة مضخمة وعاملة مثلا زي الكتمة للمريض مقادر يبلع أو يأكل فهذا الوقت اللي إحنا نلجأ للجراحة إذا كان في نتوءة في الغدة وشاكين لسمح الله تكون فيها تغير في الخلايا برضو نلجأ للغدة الدرقية نجي على موضوع العلاج العلاج عبارة عن حبوبنا أخذها وتكون يومية ولا تقل المدة عن سنة ونص إلى سنتين فهذه هي الطرق نجي على آخر طريقة اللي هو اليود المشع اليود المشع طبعا يقضي على النشاط في الغدة الدرقية ولكن مشكلته أنه في بعض الحالات يكون نضطر أنه ناخذ اللي هو الدواء الثيروكسين نتيجة أنه حصل كسل بعد النشاط فهذه هي طرق العلاج بشكل مبسط تمام ممتاز طب دكتورة مليحة هل ممكن أيضا فرط النشاط أو الكسل طبعا الدحين حنتعرف بالضبط من خلال حضرتك ممكن يأثر على عظامنا أو ممكن يأثر على أصابات في العظام الهشاشة هشاشة العظم الهشاشة العظم ممكن أنه الغدة الدرقية طبعا تأثر فيها خاصة النشاط في الغدة الدرقية تمام طيب لما يجينا مريض وعنده هشاشة في العظم فالغدة الدرقية من أحد التحاليل اللي احنا بنسويها فممكن تؤثر نعم تمام فيها استفسار أيضا على الاسم اس بيقول أنا بعاني من مرض نشاط الغدة الدرقية وبدأت بتناول دواء التمازول من شهرين وبشعر بتحسن لكن فيه انتفاق على جفون السفلية والعلوية فهل وهو بسبب الغدة وهل ممكن يروح وكمان عندي سؤال آخر إذا كان هذا المرض ممكن يجي بسبب ضغوط النفسية تحديدا طيب الانتفاق في الجفون مهم الأعراض الجانبية للعلاج ولكن ممكن أنه أخذ جرعة زايدة وأدى إلى أنه هو داخل فيه أعراض الكسل فيجب عليه متابعة الطبيب ويشوف التحاليل حقته موضوع أنه هل الغدة التي تجي من توتر ما في شي بس الغدة نفسها النشاط في الغدة تؤدي إلى توتر وتؤدي إلى عصبية وعدم نوم فهذه أعراض الغدة النشاط تمام ممتاز خلينا نروح لاتصال عم خليل مساء الخير نعم سلام عليكم وعليكم السلام يا هلأ نرحب الله يسعد أولي أنا عندي جلسة وعندي خشونة بالأرض سلامتك ألف سلامة طيب كم فضل عم خليل عندك خشونة في الركبة وعندك إيش الإصابة الثانية يا عم خليل جلسة 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 طيب سلام عليك سلامتك الحمد لله طيب عم خليل الحلقة اليوم عن الأنشاط الغدة الدرقية والكسل الخشونة وهذه يعني موضوع ثاني موضوع ثاني تماما وإن شاء الله في حلقات قادمة نقدر نجاوبك على سؤالك يا عم خليل وأل سلام على قلبك يا رب مستمعين أفاصل أخير ونحرجع خليكم مع السماع لأي سؤال أو استفسار حول مرض الغدة الدرقية أو امراض أو مشاكل الغدة الدرقية طبعا أول علاج تواصلوا معنا على 012-61-61-100-01-217-85-85 دعي سؤال أو استفسار عبر الاسم اس على استي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستوستين ثلاث أصفار واحد وزين سبعين ثلاث عشر قبل الفاصل دكتورة مليحة قالت لنا عن طرق العلاج بالنسبة لطبعا مشاكل الغدة الدرقية طيب بالنسبة لشهر رمضان تحديدا دكتورة مليحة كيفية أخذ الجرع في شهر رمضان طيب كل سنة وانتوا طيبين إن شاء الله داخلين على رمضان هذا السؤال مرة مهم طبعا الغدة الدرقية من الأدوية اللي بعض المرضى يلاقوا الصعوبة فيها أنه يأخذوها على معدة فاضية فبتحصل أنهما ما بيأخذوا الجرعات بشكل مناسب فأفضل وقت نأخذه إنه عند الفطور يعني نأخذ حبتنا ممكن معها تمرة وموية نقوم نصلي بعد كده ممكن نفطر مع الأهل إذا المريض ما حب إنه يأخذها وقت الفطور ممكن عادي نفطر بعدها بأربع ساعات على معدة فاضية نأخذها ونستنى نصف ساعة ونأخذها في بعض الطرق الثانية اللي ممكن نأخذها عند السحور طيب وزي كده ممتاز إذن بهذا التسلسل تحديدا جميل نروح لي التسال أبو ماجد مساء الخريب أبو ماجد مساء النور دك كيف حالك أختي يا هلا وسهلة فيك تفضل ممكن نكلم الدكتورة تفضل تفضل دكتورة كيف حالك الحمد لله دكتورة عافية تفضل دكتورة زوجتي عندها غدة تركية النشطة طيب هل لها علاة غير العمليات ولا أيوة زي ما تفضلنا وقلنا عندنا ثلاثة طرق طبعا نجلس مع المريضة ونتكلم معه ونشوف ايش الطرق الطريقة اللي تناسبها عندنا الحبوب وعندنا موضوع اليود المشع وعندنا آخر حاجة الجراحة وما نلجأ للجراحة إلا لو كان في ضغط على القصبة الهوائية أو على البلعوم إنه بيمنعها لنا تاكل أو عامل لها ضيقة طيب أو لو هي حبت تشيلها إنه كبيرة ومعجبتها طيب في عندنا الحبوب وعندنا اليود المشع طيب هل الأطراف الرجولة تكون باردة هل من غدة الدرقية نفسها أم لا؟ الأطراف الباردة تكون واحدة من العراض الجانبية للغدة لما تكون فيها كسل وليس نشاط لا هذه عندها غدة نشاط طيب ممكن يكون عندها الدم نازل الأنيمية صحيح؟ وهذا ممكن يسبب البرودة تمام أيوة طيب شكرا سلام عليها أبو ماجد سلام إن شاء الله في أيضا استفسار على الاسم اس بيقول أنا عملت عملية جراحية للغدة الدرقية من ثمانية سنوات والآن ظهرت للغدة مرة ثانية فهل ممكن دكتور مليح أن الوحد ترجع للإصابة مرة ثانية؟ يريدت استفسار إيش قصده رجعت مرة ثانية فهو شال للغدة الدرقية فكوني إنه إحنا شرنا للغدة الدرقية وعرضنا إنه إحنا يصير عندنا خمول في الغدة الدرقية فهذا قصده أنا مني تمام حاجة أطلب منه لو حاب يرسل استفساره بشكل أوضح طبعا على ستي سي ثمانية خمسة واحد صفر أربعة صفر موبايلي ستستين ثلاث أصفار واحد وزين سبعين ثلاثة عشر ثلاثة عشر طب بالنسبة للأكلات دكتورة في استفسار هنا حول موضوع اليود المشع والآخره في الاستفسار بيقول هل طب في حال الشخص كان بيتداوى أو بيتعالج باليود المشع المفروض إنه يبتعد على الأكلات اللي ممكن يكون فيها يود طيب إحنا عشان نعطي اليود المشع طبعا فيه أكل معين لازم نوقفه طيب دي السمك في بعض الأشياء اللي إحنا نوقفها طيب فيه داما لستة نعطيها للمريض قبل بالأشياء اللي ياخدها والوقاء اللي ياخدها وفيه بعض الأدوية كمان تتوقف بعدين نعمل اليود المشع وعلى حسب الجرعات حيكون مثلا فيه عازل للمريض ولا ما فيه عازل للمريض ويعتمد تمام يعني أحيانا في بعض الحالات لازم الشخص يكون أسلوب حياته يعني بس أسبوعين قبل الأشعار الأشعار حديدا ممتاز جميل جدا طيب طبعا دكتورة مليحة حابة توجه نصيحة أخيرة طبعا قبل أن نختم حلقاتنا لكل مستمعين ألف ألف فأم تحديدا مستمعين طبابة ألف أشكر الجميع على الاستماع وزي ما قلنا الأهم حاجة إذا حسنا بالأعراض الغدة زي ما تكلمنا زيادة في الوزن لخبطة في الدورة الشهرية برد في الأطراف إمساك أو أسهال أن نروح لطبيبنا ونفحص الغدة الدراقية تمام ممتاز دكتورة مليحة أشكر وجودك اليوم معي في طبعا بتعرفي ألف عافية شكرا عافية إن شاء الله مستمعين شكرا لكم على طيب الاستماع لحلقة اليوم لأي طبعا شخص بكم حاب يرجع يسمع الحلقة مرة ثانية يقدر يسمعها من خلال قناتنا على اليوتيوب على ALIFFLFM ألف السلام عليكم كلكم اللي تواصلوا معنا اليوم طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تزور الدكتورة مليحة في مستشفى الدكتور سليمان فقيه وشكرا أيضا لكل اللي تواصلوا معنا من خلال الأسم أسم واقع التواصل الاجتماعي لقائي فيكم يا جدد بكرة في عيادتكم المسموعة طبابة ألف كنت معكم أنا السامية البيروتي في أمان الله